توقعت سلطة المياه إنجاز مشروع توسعة محطة تقنية الكرك وتشغيلها قبل نهاية هذا العام أمين عام سلطة المياه خلال جولة تفقدية على أعمال التوسعة في المحطة أكد أن الأعمال الإنشائية والهندسية للمحطة تتم وفق أفضل المواصفات وبمتابعة من الفرق الفنية المشرفة لدى سلطة المياه بالشراكة مع ديوان المحاسبة ويأتي مشروع توسعة محطة تقنية الكرك الذي شرعت وزارة المياه بتنفيذه في نهاية العام 2015 لرفع طاقة المياه المعالجة من 1800 متر مكعب يوميا إلى 5500 متر مكعب حيث تبلغ كلفة المشروع حوالي 8 ملايين و 600 ألف يورو ممولة من بنك الإعمار الألماني ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج إدارة مصادر المياه الأعمال قيد التنفيذ إن شاء الله سيكون قبل نهاية العام تشغيل المحطة الجديدة بالإضافة لتحسين نوعية المياه الخارجة رح نعمل على تموين التموين المطلوب عشان خدمة المناطق الإضافية اللي في الكركة الغير مربوطة على شبكة الصرف الصحي في الكركة منشية أبو حمور الشهابية الصالحية العزيزية وتموين التموين اللازم اللي قيمته حوالي 26 مليون دينار أردنية ترجمة نانسي قنقر